موسيقى الضفة الجريحة بالاقتحامات الإسرائيلية اليومية تنطفد منذ أكثر من 120 يوماً لإسقاط قانون الضمان الاجتماعي وفي المقابل تزداد الحكومة تعنتاً لفرض القانون وبأسرع وقت ممكن أهلاً بكم في حلقة جديدة من برنامج ساعة رمل موسيقى نرحب في هذه الحلقة بالمحامي أمشد داشل لممثل نقابة المحامين في المجلس التنسيقين النقابات والاتحادات القطاعية أهلاً وسهلاً بك معنا أهلاً وسهلاً سيد نزار قبل أن نبدأ هذا النقاش لنتابع تقرير عده فريق البرنامج موسيقى الشعب نريد إسقاط الطمام الشعب نريد إسقاط الطمام أعلمناه نريد إسقاط طمام الضمان الاجتماعي موسيقى ما زالت الضفة الغربية على صفيح ساخن بسبب قانون الضمان الاجتماعي والكثير من بنوده المشحفة بحق العاملين في القطاع الخاص مصيرات مستمرة بمشاركة ألاف المواطنين إلى جانب إضرابات شلت مناحي الحياة كافة وسط تهديد الحراك ضد قانون الضمان الاجتماعي بالتصعيد أكثر في حال لم يسقط القانون وكانت الحكومة قد رحبت بإعلان مؤسسة الضمان الاجتماعي التوصل إلى اتفاق مع اللجنة الفنية للنقابات المهنية على كافة التعديلات المطلوبة على قانون الضمان الاجتماعي في وقت نفى فيه المجلس التنصيقي للنقابات المهنية والقطاعية لوطن توصل مؤسسة الضمان الاجتماعي واللجان الفنية للنقابات لاتفاق على كافة التعديلات وإنما تفاهمات ما بين الطرفين على 95% من المطالب ووفقا للنقابات المهنية بقي ثلاثة مطالب محورية رئيسية تعتبرها خطا أحمر وهي نسب الاشتراكات وصناديق تقاعد النقابات المهنية حيث ترفض النقابات تشفيف هذه الصناديق ومعامل المنفع وأمام كل ما سبق فإن الأزمة بين الأطراف ما زالت مستمرة في وقت ما زال فيه المواطن ينتظر من النقابات موقفا أكثر حزما ووضوحا في التعامل مع مؤسسة الضمان الاجتماعي والحكومة من أجل ضمان تحصيل المواطن لحقوقه الأساسية اليوم ما هو موقف نقابة المحامين النهائي من قانون الضمان الاجتماعي يعني أستاذ نزار شكرا إليك وشكرا لتلفزيون وطن ووكرة وطن اللي نفخر فيها دائما يعني حقيقة بعد ما شاهدنا التقرير حول ردة فعل الشارع الفلسطيني حول موضوع قانون الضمان الاجتماعي واللي هو حقيقة زي ما تفضل في التقرير هو حديث الشارع الفلسطيني بشكل كامل ومتكامل حديث كل مواطن فلسطيني اللي إله علاقة في القانون واللي ما إله علاقة بالقانون كله بيحكي في هذا الموضوع دور نقابة المحامين حقيقة الأمر علما أنه البعض يعني يتكلم ويتحدث عن أنه نقابة المحامين الفلسطينيين بما أنه لها قوانين خاصة بها تحكمها فإنه ليس لها علاقة في موضوع قانون الضمان والبعض يستغرب تدخل نقابة المحامين الفلسطين بهذا الشكل في موضوع قانون الضمان الاجتماعي نحن نرد عنه بكل بساطة ونقول له أن الدور الأصيل المنوط بنقابة المحامين الفلسطينيين وفي أي نقابة محامين في أي دولة من دول العالم هو الدفاع عن الحقوق والحريات العامة والرأي للشعب الفلسطيني أو للشعوب بشكل كامل وبالتالي نقابة المحامين عندما تحدثت في موضوع قانون الضمان الاجتماعي ومنذ اللحظة الأولى للإعلان عن القرار بقانون الخاص بقانون الضمان الاجتماعي كان لنقابة المحامين وجهة نظر قانونية من الناحية القانونية الصرفة والبحثة وسلمت هذه الوجهة النظر خطيا وأيضا تم ذكرها على لساني أو لسان عدد من زملاء أعضاء مجلس النقابة وأنا نرى أنه من الصعب في الحالة الحالية الفلسطينية الموجودة الآن أن نتحدث عن تطبيق قانون الضمان الاجتماعي بحجمه اللي موجود حاليا لإعتبارات كثيرة يعني أنتم مع سقاط القانون بشكل كامل أم مع تعديل بعض بنوده لا إحنا أستاذ نزار عشان نكون واضحين مع بعض في هذا الموضوع وفي الرد على هذا الموضوع إحنا منذ اللحظة الأولى زي ما حكيت لك في موضوع قانون الضمان الاجتماعي إحنا جينا ومع الاجتماع مع الكتر البرلمانية في مجلس التشريعي وكلنا واضحين وكلنا لهم أننا نرى في نقابة المحامل ومن وجهة نظر القانونية ومن وجهة نظر المجتمعية أنه عندما يتم الحديث عن قانون بحجم قانون الضمان الاجتماعي أنت تتحدث عن تشريع مجتمعي وبالتالي التشريعات المجتمعية لا يتم العمل بها أو سيغطاء أو بل ورطة بالطريقة التي تم إخراج فيها القانون الضمان الاجتماعي ليه؟ لأنه فيه اعتبارات عديدة على المشرع أن يأخذ بها الآن أولا إحنا ما في لدينا مجلس تشريعي وهذه حقيقة إحدى الأعباء التي أضيفت على كاهل نقابة المحامين لذلك نقابة المحامين تجدها في الكثير من الأمور التي تخص رأي العام موجودة ولها بصمتها ولها كلمتها ولها قولها في هذا الموضوع موضوع زي موضوع قانون الضمان الاجتماعي كان الأجدر والأولى أن يتم عرضه على مجلس تشريعي الآن إحنا في ظل غياب مجلس تشريعي وبعد صدور قرار المحكمة الدستورية الفلسطينية العليا بحل المجلس التشريعي بالتالي إحنا في عنا لدينا فراغ قانوني ننتظر سده وننتظر الإعلان عن إجراء انتخابات عامة وشاملة في الوطن لملء هذا الفراغ الدستوري الموجود حقا وفي ظل هذا الفراغ لا يمكن إقرار قانون ضمن الاجتماعي ليه لأنه إحنا نرى كمحامين فلسطينيين وكناس نعمل في القانون الفلسطيني مش بس كنقابة كناس متخصصين بالعمل القانوني وبالعمل المهني البحث نحن نرى أن هذا القانون هو حقيقة الأمر أنت لازم تطلع عليه من زوايا عديدة ومتعددة مش بس من زاوية قانونية من زاوية قانونية من زاوية مجتمعية ومن زاوية وطنية الآن أنت لما بتجي بتحكي عن قانون بحجم هذا القانون أنت بتحكي تقريبا هو بده يمس مليون فلسطيني على أقل تقدير وبالتالي من حق كل فلسطيني أن يقول كلمته في هذا القانون سواء مع أو ضد فلذلك أنت بتشوف يوم بعد يوم أنه زيادة التفاعل بالشارع الفلسطيني أخذ بالإزدياد ودائرة المشاركة ضد هذا القانون يوم بعد يوم عمالها تتسع هذا اندل فإنما يدل على أن هناك شعب يرفض هذا القانون وهذا الشعب يضم النخب في المجتمع يضم معلمين يضم أطباء يضم مهندسين يضم محامين يضم العمال يعني كل فئات الشعب الفلسطيني كل فئات المجتمع الفلسطيني يوم تطلع على الشارع وبتقول لك أنا ما بدي هذا القانون طب يعني هل أنا بدي معقول أو من المنطق أن أكون ملكي أكثر من الملك يعني هذا كمان السؤال يطرح نفسه هذا الجانب الجانب الثاني إمبارح بالأمس كان هناك إضراب حقيقة الأمر أنا من الناس اللي فوجئ وأنا بوجه تحية وببرك تحية لكل تجارنا اللي فعلا كان فيه عندهم حس وطني ومجتمعي عالي بحيث أن الإضراب شمل أيضا محلات تجارية وشمل شركات ومؤسسات وكان الإضراب من أنجح أنواع الإضراب هذا إنما دل يدل على إيش نعم ولكن أنتم في نقابة المحامين لم تعلنوا لغاية اللحظة بشكل واضح وصريح عن رغبتكم بإسقاط القانون يعني أولا إحنا بنرفض كلمة مصطلح إسقاط إحنا بنحكي عن إلغاء خلينا نفرق يعني هي مضبوط بالآخر النتيجة واحدة الإسقاط والإلغاء لكن إحنا بنحكي بإلغاء نعم إحنا بنقولك ياه وبكل أمانة وصراحة نقابة المحامين الفلسطينيين منذ اليوم الأول قالت وموقفها علني وواضح أن هذا القانون لا يمكن تطبيقه لا يمكن تطبيقه لا اعتبارات عديدة ومتعددة وتم تقديم هذه الاعتبارات خطية وقيلت أيضا على وسائل الإعلام الآن نقابة المحامين بصفتها جسم من الأجسام النقابية الموجودة في المجتمع الفلسطيني وتندرج مع إطار النقابات المهنية وأنا بحكي لك ياه وبكل أمانة النقابات المهنية كان لها مواقف تتعلق بموضوع التعديلات وإجراء التعديلات نحن في نقابة المحامين وتحديدا أنا بصفتي أمثل نقابة المحامين داخل مجلس التنسيق للنقابات المهنية قلت منقفها علنا ومن فوق الطاولة أنه نحن نقول هذا القانون ما بنفع وهذا القانون في المرحلة الحالية مش مطلوب وهذا القانون يجب إعادة دراسته من أول وجديد وعرضه على متخصصين قانونيين واقتصاديين وفئات عمالية حقيقية وأرباب عمل حقيقيين وقطاع خاص حقيقي لما أنت بتيجي مثلا بتقولي زي جمعية زي جمعية رجال الأعمال ترفض لما بتيجي أنت بتقولي نقابات مهنية بتعلق لما أنت بتيجي بتقولي نقابة بحجم نقابة المحامين بتقولك عندي مجموعة من الملاحظات القانونية إذن بالتالي كل هاي العوامل اللي عمالها بتتكلم في هذا الموضوع وعملها هو بالنتيجة أنا بقولك نعم هناك رفض لقانون الضمان الاجتماعي وأنا بقولك إياها حقيقة الأمر وسأتكلم معك أخد الزار بكل جرأ وبكل جرأ وبكل وضوح كنقابة محامين نحن لم نعلن موقف رفضنا أو مطالبتنا بإلغاء هذا القانون لغاية اللحظة بحكم أننا لازلنا جسم من أجسام النقابات المهنية ولكن أنا بقول وبإسمي وبصفة الشخصية ورجهة نظري الشخصية كأمجد الشلة وكمحامي في موضوع قانون الضمان الاجتماعي وإحنا قلناها وبجوز يعني أنا على الإعلام قلت نعم أنا أرى بأن هناك ضرورة لإلغاء هذا القانون وعدم تطبيقه لأن هناك اعتبارات كثيرة تمنعني من تطبيق هذا القانون أهمها أهمها هو إرادة الشارع الفلسطيني هاي الإرادة اللي بتخرج كل يوم واللي بتتواصل على وسائل الموقع التواصل الاجتماعي واللي بتطلع بالإعلام واللي بتحكي في كل الميادين لا أريد هذا القانون ما بيصير أنا إلا أن أكون بصف هاي الجماعي نعم الحكومة رحبت مؤخرا بالاتفاق ما بين مؤسس الضمان الاجتماعي والنقابات وحكت أنه صار فيه هناك يعني قرارات ويعني بحث للموضوع بشكل جدي وكبير ولكن النقابات حكت أنه فيش يعني اتفاق ولكن الموجود مجرد تفاهمات حدثنا عن حقيقة ما جرى هو شوف أستاذ نزار هو أعتقد أنه حصل ثلاث جلسات مع مؤثرين مؤسسة الضمان الاجتماعي أعتقد كان يمثلهم الأستاذ مجد الحلو في الجلسة الأولى لجلستهم نقابة المحامين لم تشارك في الجلستين التانيين تم إرسال موفد من قبلنا من أحد المحامين المتخصصين إحنا طبعا كنقابة المحامين عشان كمان الناس من يحترم أنفسنا إحنا كلنا بتشكيل فريق قانوني هذا الفريق القانوني مشكل من محامين متخصصين تماما في القضايا العمالية وقضايا التأمينات وبالتالي هما بيركفوا على إخراج سيناريو ودراسة قانونية شاملة حول هذا القانون أحد هؤلاء الزملاء جلس مع لجنة الفنية لإعداد التعديلات والمطالب اللي النقابات المحامين إحنا كنقابة المحامين تبنينا مطالبهم أصلا يعني لم تحصل العكس لا إحنا تبنينا مطالب النقابات المحامين وقاتلنا في سبيلها لتحقيقها لأنه أنا كمان المهندس بعنيني والطبيب بعنيني والصيدر بعنيني والأستاذ بعنيني والمعلم بعنيني فبالتالي إحنا وقفنا مع الجميع علما أنه إحنا مطالبنا كنقابة المحامين إحنا لدينا وجهة نظر أخرى هذه وجهة النظر أنا زي ما أسلفتك وقلت لك إياها إنه إحنا نرى بإمكانية تطبيق هذا القانون بالوضع الحالي وبالظرف السياسي الحالي وبالظرف الاقتصادي غير ممكن غير ممكن تطبيقه وبالتالي لكن لكن لأنه أنا كمان يعني إنسان ما عليك تسمحني أنا عضو من تسع أعضاء داخل مجلس نقابة وبالتالي أنا لا يحق لي أني أحكي بإسم نقابة في موضوع إلغاء قانون بدون ما يكون في عندي قرار من المجلس أما أنا كأمجد لا أنا منذ اللحظة الأولى قلت لكم إياه وبكل وضوح هو منقف واضح أنا نعم مع إلغاء قانون هل صحيح بأنه تم الاتفاق على 95% من النقاط؟ إحنا سمعنا أنا شخصيا سمعنا من خلال وسائل الإعلام عندما راجعت للكثيرين من زملاء أعضاء المجلس التنصيق للنقابات المعنية أحدهم قال 70% وأحدهم قال 80% وأحدهم قال 90% وأحدهم قال لا لكن خلاصة الموضوع اللي إحنا فمناه من الزملاء في المجلس التنصيق للنقابات المعنية بأنه ما تم التوافق عليه هي عمل الليجان الفنية أما لم يتم الاتفاق والتوافق على القانون كقانون مع مؤسسة الضمان لأنه أنا محترام الشديد لليسمعناه ما صدر على لسان مؤسسة الضمان الاجتماعي وغيرها من الأطراف بأنه توصلنا إلى اتفاق وتفاهمات مع النقابات المعنية أنا بأعتقد لا أو على الأقل إحنا كنقابة محامين لم نطلع وإحنا كنقابة محامين لما تم اعتماد التعديلات لغاية اللحظة لم تصلنا التعديلات ولا نعرف ما هي التعديلات ولا طبيعة التعديلات التي تم الموافقة عليها والأخذ بها أضف إلى كل ذلك وذاك إحنا كمان كنقابة محامين كجزء رئيسي في هذا المجتمع وكجزء مهم وأساسي في الجسم الخاص بالنقابات المعنية إحنا كمان إحدى أهم الجلسات اللي بتتم مع اللجان المكلفة ومؤسسة الضمان الاجتماعي إحنا يعني ماخدين موقف بمقاطعة الحوار معها لأنه إحنا كنا بالسابق نقول ونرجو ونتمنى أن يتم وقف تنفيذ هذا القانون وإرجاؤه لمدة ست شهور ما طلبنا سنة ولا طلبنا سنتين كان موقفنا في النقابة المحامين منذ اليوم الأول هيك إرجاء تنفيذ القانون لمدة ست شهور لم يسمع لنا أحد حتى تضحرجت كرة الثلج ووصلت إلى ما وصلت إليه وقد توصل أكثر وقد تسمح أكبر لكن إحنا بالنهاية لا يسعنا ولا يسع أحد ولا يستطيع أحد أي نقابة حر في هذا الوطن أن يقف بجانب أحد إلا بجانب شعبه ألي وجد تنسيق بين مجلس التنسيق للنقابات؟ يعني واضح أنه في تنسيق شوي ضعيف هناك تنسيق لكن هناك تباين في وجهة النظر إحنا شوية نتهم حتى من داخل المجلس التنسيق بينه موقفنا متطرفة وإنه موقفنا أنه إحنا رايحين أنتوا موقفكم واضح منذ اليوم الأول أستاذ أمجد وأنا تقال لي بشكل شبه يومي أنه أنتوا أستاذ أمجد موقفكم واضح تماما أنتوا بتطربوا بإلغاء القانون وإسقطوا وأنا قلت لك كأمجد والله أوه وبكل أماني لكن أنا لغاية اللحظة هل عندي قرار رسميا من مجلس نقابة المحامين أن أتبنى موضوع الإلغاء؟ لا أنا آمل أنه نوصل لقرار رسميا من مجلسي بالمطالبة بإلغاء قانون الضمان بشكل رسمي وواضح وقتها كمان حسب معرفتكم ما هي سنكون فرسان مع الفرسان اللي بتنزل على الميادي؟ نعم حسب معرفتكم ما هي أبرز نقاط الخلاف المتبقي ما بين النقابات من جهة والحكومة من جهتين أخرى والله يا أستاذ نزار أنا بتسبح لي الإجابة عن هذا السؤال لو سألتني هذا السؤال قبل شهرين إلا أجاوبك أو قبل شهر إبان ما بلشت الفترة لأنه إحنا من فترة شهره جاي وبعد جلوسنا واتفاقنا مع الحكومة الفلسطينية لغاية 15 واحدا حقيقة الأمر لم نعد نطلع على قانون الضمار الاجتماعي لم نعد نقرأ لأنه أنا لما بدي أشوف شعب عمله بيرفض تطبيق قانون إذن لم يكن هناك داعي لأنا أقرأ ما ورد في هذا القانون شعب كامل بقولك أنا يا عمي هذا القانون ما بدي إياه ما بدي تحكي بتعديلات ولا بدي تحكي بأمور ولا 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 كل هاي التفاصيل لما أنا بشوف مؤسسة بدها تشترع على الأرض بحجة مؤسسة الضمار الاجتماعي بدها تشمل مليون فلسطيني بالحد الأدنى مدير عام بيستقيل أو أقيل يعني البعض البعض بيجي بقولك لا والله هو لم يستقل هو أقيل طب ما هو سواء استقال أو أقيل يعني بالآخر اتخذنيش مالكين مستوزنزار العبرة بالنتائج وليست بالأرفاض والمعاني طيب يعني بالنتائجة انت مؤسسة ناشئة مديرها العام بيستقيل أو يقال ليه معنات في أسباب دفعته سواء لأن يكون قد أقيل أو سواء أن يقدم استقال هذا يقومني إلى سؤال لماذا هذا التعنت الكبير من قبل الحكومة بتطبيق بنود القانون في أسرع وقت ممكن يعني أنا لغاية اللحظة يعني عشان أكون معك موضوعي وأحكي بتجرد الحكومة كل الشارع يرى بأنها هي فعلا متمسكة بتطبيق هذا القانون وماشي بإطار بتقولك أنه أنا هذا القانون بهمنا وهذا القانون قانون مهم ومجد ذلك أنا أكد على كلام دولة رئيس الوزراء بأن هذا القانون مهم والضمان الاجتماعي مهم وهذه الفكرة فكرة نبيلة وفكرة سامية ويجب توفير الحماية المجتمعية لكل مواطن أنا بدي قانون يحمي كل مواطن في هاي البلد احنا معه ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هل هذا القانون؟ وهل هذا هو الضمان؟ وهل يتم تطبيق الضمان بالطريقة هاي؟ هل يتم تطبيق قانون ضمان اجتماعي بتعنت وبتمسك بالرأي وبديش أقول بالقوة؟ لأنه لكن انت بالآخر لما بتقولي ان القانون سينفذ بناته هذي صفت فيها قوة طب هذا قانون ضمان اجتماعي هذا مش قانون عقوبات هذا قانون ضمان اجتماعي طب أنا هون دأس السؤال قانوني اذا بتسمح لي أستاذ نزال نأخذ على سبيل المثال بنك من البنوك يضم أربعمائة موظف تلاتمائة موظف أجى الموظفين من خلال لجانهم التي تمثلهم وقرروا أن لا يسمحوا لإدارتهم بأن يتم اقتطاع أي عملة أي دينار من رواتبهم وإدارة البنك دخلت في الحيط مش عرفة توصل أي اتفاق مع الموظفين عندها من سيجبر هذا البنك أن يقتطع من رواتب موظفين وراء الصالح مؤسسة الضمان هل تستطيع مؤسسة الضمان وفقا لقانون العقوبات أو سوري وفقا لما ورد من عقوبات داخل قانون الضمان أن تنفذ عقوبات على بنك أنا بقولك استحالي لأن البنك هناك قوانون خاص يحكمه هناك سلطة نقد هناك جهات هناك 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 وبالتالي إذا رفض المواطن الفلسطيني أن يتم الاقتطاع من راتبه هو حر لن يستطيع أحد أن يجبره وأنا هنا كمان بحكي لك لن تستطيع إدارة أي شركة أو إدارة أي بنك أو إدارة أي مصنع أو إدارة أي مؤسسة أن تلزم موظفيها إلا إذا موظفيها وافق لكن بكرة بالآخر إذا موظفين والعمان أجوكالوا للإدارة لا أنا ما بس محرك أنك تختطع منك تدفعهم من جيبتك وإلا إحنا متين موظف إحنا بكرة كلنا بنا نستقيم شو ده تعمل الشركة ولا شو تعمل البنك بدأت روح المتين وتجيب متين جداد هذا ضرب من الخير الأصول الأصول أنا أستاذ نزار ما بدأ أطرح حالي فقية أنا اطلعت على التجربة الفرنسية الفرنسيين لما بلشوا بفكرة الضمان الاجتماعي عندهم وعلما ندير بالك هو الوضع عندهم بتدهور حتى في موضوع الضمان الاجتماعي لأنه الدولة تضخ وتدفع أموال طائلة في صندوق الضمان الاجتماعي لأنه الدولة في فرنسا الضمان الاجتماعي مضمون بالدولة الدولة المسؤولة عن تغذيته زائد نسب الاختطاعات فجوة كبيرة ما بين العامل ورب العمل تحكي رب العمل أعتقد إن لم تخن الذاكرة 21% بيدفعوا العامل 4% والدولة بتغطي بقية العجز خاصة فيما تعلق بالتأمين الصحطي والبطالة وتفاصيل كثيرة لكن لما من يجي نتطلع على التجربة زي التجربة الفرنسية ونحكي بتطبيق فكرة الضمان الاجتماعي ما أجت عملت مباشرة تطبيق ضمان الاجتماعي أجت أولا سنة قانون العمل بعد ما تم سن قانون العمل بلشت بالتدرج إيش عملت أول ما قامت بتشكيله قامت بتشكيل هيئات تفتيش العمل طب يا سيدي وزارة العمل أنتو وين؟ وزارة العمل عندي مؤسسة منذ قيام السلطة الوطنية الفلسطينية لم تأخذ دورها هذا يقودني إلى سؤال آخر أليس الأشدر بالحكومة أن تطبق أولا قانون العمل الفلسطيني؟ وأنا بأكد على كلامك أستاذ نزارو بحكي لك قانون العمل الفلسطيني رقب سبع لسنة الألفين من أرقى القوانين الموجودة وبنضاهي فيها بديش أقولك دول العالم الدول المحيطة فينا قانون العمل والقضاء عندنا والقضاء عندنا دائما يتعامل مع العامل على أنه ذو مركز قانوني ضعيف ورب العمل ذو مركز قانوني قوي على اعتبار المراكز المالية ويتعاطف مع العامل بالدرجة الأولى وقانون العمل تبعنا أجل صالح العامل في سبعين إلى تمانين بالمئة من مواده أجل صالح العامل لكن الحكومة فشلت في تطبيق قانون العمل على مدار السنوات السابقة أنت لو كنت كوزيرة عمل تقوم بدورك المنطفيك بأحكام القانون أنا بقولك ستمرر قانون الضمان الاجتماعي بكل يسر وستجد مظاهرات تخرج تطالب بالضمان الاجتماعي يعني الحد الأدنى للأجور أكبر مثال على ذلك فشل ذريع في هذا الموقع أشكرك يعني التعديلات للأجور لما أنت بتيجي بتحكي لي عن هيئات تفتيش عملية ما فيه لما أنت بتيجي بتحكي لي عن الحد الأدنى للأجور يا رجل أي ألف واربعمية وخمسين شاكل أي أي ألف واربعمية وخمسين شاكل مين عندي مواطنين يوم في محافظات الفلسطينية بعيش بألف وخمسمائة شاكل جماعة الخير مين لا أنا بقولك طبعا إذا بدك تتروح تيجي وأنا هون بستوقف لاتحاد نقابات العمال أعتقد كما يسمى بقولك لا هو الحد الأدنى لازم ألف واربعمية وحنا بنطالب برفع الحد الأدنى للأجور ألف واربعمية شاكل طب يا سيدي يا ممثل العمال لماذا وافقت على قانون الضمان وصرت عضو مجلس إدارة في مؤسسة الضمان قبل ما تطالب برفع الحد الأدنى للأجور لألف واربعمية شاكل وأنا بقولك ما بدي ترفعه لألف واربعمية شاكل اتفضل ارفعه لألفين شاكل اتفضل ارفعه لألفين شاكل أين دور وزارة العمل في التفتيش على عمال البناء في التفتيش على عمال رياض الأطفال المعلمات والمربيات اللي بيشتغلوا في المخايت اللي بيشتغلوا في مصانع النسيج اللي بيشتغلوا في مصانع الغزل وين دور وزارة العمل؟ تيجي تتطلع أنه هل هناك عقد عمل؟ هل هناك تأمين على هذا العامل؟ هل هناك راتب يستطيع هذا العامل أن يعيش من وراه وأنه يفتح بيته ويربي أولاد؟ وبالتالي كيف سينشحون في تطبيق ذلك على قانون الضمان الاجتماعي؟ يا صديقي لا يجوز أن تقرأ قانون الضمان الاجتماعي بمنأة عن القانون الأساسي وبمنأة عن قانون العمل وبمنأة عن قانون التأمين وبمنأة عن قانون الصحة أيضا لأن هذا قانون متداخل بقوانين عديدة متعددة يبنى على القانون الأساسي بيدخل في قانون العمل بيجي لقانون التأمين بيدخل في قانون الصحة هذا كل قانون متكامل هذا قانون مش عادي هذا قانون مش بسيط لذلك إحنا كان دورنا كمحامين والبعض زي ما حكيت لك قالتبطوا يا رقابة محامين عنكم بسندوكم الخاص فيكم تشغزهم أنا إذا كنت شخص نقابي ما بدوائف مع قضايا مجتمعي ومع قضايا شعبي خاصة في القضايا الوطنية وفي القضايا المجتمعية وفي القضايا اللي بتخص الرأي العام لا أنا أروح أروح نعم نتابع هذا النقاش ولكن بعد مقابلة أجرها فريق البرنامج مع الناتق الرسمي باسم الحراك ضد قانون الضمان الاجتماعي عامر حمدان لنتابع هذه المقابلة ومن ثم نكمل هذا النقاش والله على المحك حاليا في هذه الأيام هناك يعني خلنحكي قاب أو فراغ كبير ما بين النقابات وما بين العمال يعني النقابات يجب كلها دور أقوى في تمثيل العمال حتى وإن كان يعارض الأساس في إنشاء هذه النقابات وإنشاء قانون الضمان أعود لنفس الكلام الذي تحدثت به عندما نكون نحن في دولة ونمارس حقنا في الدولة كنقابات قوية حرة لا تأتمر بأي قرار ولا يؤثر عليها أي موقف سياسي ولا حزبي ولا فصائلي يجب الالتفات إلى قول العمال وتمثيلهم بشكل جيد خصوصا نقابة العمال هناك ضعف في التمثيل بشكل قوي موقفهم إلى الآن أتوقع موقف حذر أنا كنت أتمني أن يكون الموقف أقوى بشكل واضح حيث أن نقابة المحامين هي الحاضنة القوية التي تحمي الشعب من تعد الحكومة من تغول الحكومة بخصوص القوانين موقف نقابة المحاميين جاء نسبيا أقوى من غيره عندما أوصوا بتعديلات جوهرية ولكن التوصية الأولى كانت لهم أن الأرضية غير جاهزة لتطبيق هذا القانون أنا أوجه رسالة إلى نقابة المحاميين إلى نقيبنا الأستاذ جواد عبيدات أن يجب لنقابة المحاميين أن تقف موقف واضح بخصوص القرار بقانون وأن تنظر إلى قرار بقانون ضمان اجتماعي من منظور الضرورة من عدمه وبالتالي يجب أن يكون لهم موقف مع الشعب هذه فرصة لنقابة المحاميين أن تعلي صوتها وهي الحام الأول والمدافع الأول عن حقوق الناس وأنا كل ثقة بنقابتي أنها في القريب العاجل سوف تعلي الصوت وتوضح القرار برفض هذا القانون قرار بقانون ماذا ترد على حمدان؟ يعني يقول بشكل واضح وصريح بأن النقابة ما زال موقفها حذرا تجاه موضوع الضمان يعني أنا أعتقد أستاذ نزالين في بداية حديثي تفضلت أنت وسألتني هذا السؤال وأنا أعتقد كان ردي واضح في هذا الموضوع نقابة المحاميين منذ اليوم الأول لإعلان قرار الضمان الاجتماعي كان لها موقف متقدم ومتميز على سائر النقابة نعم ولكن الحراك مازال لغاية اللحظة يؤكد بأن موقفكم يعني مش بالمستوى المطلوب لكن 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 أنا كمان بحكي لك ياوا بكل أماني وقلت لك سأتكلم معك بجرأة أو بمصارحة تامة حكيت لك أنه إحنا يعني أنا على مستوى الشخصي بديش أظن أن أعيد وأحكي مستوي الشخصي أنا أرفض فكرة تطبيق قانون ضمان الاجتماعي جملة وتفصيلا وعند اعتباراتي القانونية والوطنية والسياسية وكل التفاصيل مش بصدد أني أحكي فيها الموقف نقابة المحامين حكيت لك موقف نقابة المحامين منذ اليوم الأول كان موقف رافض للقانون بشكل كلي وأنا اللي اجتمعت ومثلت أنا وكما زميلي الأستاذ إسماعيل حسين مفوضين من مجلس نقابة المحامين لتمثيلنا لتمثيل نقابة المحامين في النقابات المهانية تحديدا فيما يخص موضوع قانون الضمان الاجتماعي وجلسنا وتحورنا مع عدة كتر وعدة فئات وعدة أطراف وكل ما له علاقة وكانت موقفنا حاسمة دائما حتى أننا كنا نحرج الآخرين من زمان أنا في النقابات حتى أن بعض النقابات كانت ترفض أن توقع إذا نقابة المحامين لا ترضى أن توقع وفي كثير من المحاضر لم نكن نوقع عليها طيب الحراكة يقول بأن هناك راغ كبير ما بين النقابات والمواصن الفلسطيني لماذا؟ ومن ضمنها أستاذ نزار ومن ضمنها يا سيد الكريم لما جلسنا وتم التوافق فيما بيننا وبين الكتر البرلمانية نحن كنقابة المحامين رفضنا الاتفاق ونحن النقابة الوحيدة اللي رفضنا وقلنا التأجيل يكون لست شهور بالحد الأدنى وإعادة دراسة القانون من أول وجديد الآن فيما يخص موضوع النقابات وفجوة بينهم وبين هيئاتها العامة خليني أحكي بديش أحكي بالمجتمعات ككل هناك تقصير حقيقة العمر هناك تقصير أنا ما بدي ظلني أمتدح نفسي وأحكي عن حالي كنقابة محامين لا أنا بحكي لك ياهو بكل أمانة إحنا كمجلس نقابة محامين من النقيب وسائر أعضاء مجلس النقابة إحنا أولا المتصالحين مع هيئتنا العامة بشكل كلي ومتصالحين أيضا بذات الوقت مع أنفسنا لذلك إحنا بناخد القرار بنحمله بنحمل نتاجه بنحمل عواقبه بنحمل مسؤولياته بنحمل كيف تأثاره بالنسبة للنقابات الأخرى لا إحنا بنلاحظ إحنا حقيقة العمر بنلاحظ ومش بس بهاي القضية إحنا بنلاحظ بقضايا كثيرة لا للأسف الشديد مطلوب أن يكون لدينا نقابة يعني يعني أنا ما بدي أروح أستاذ نزار يفهم كلامي أنه نوع من أنواع التحريد لكن أنا بأقولك ياهو بكل أمانة إحنا لدينا مشكلة في نقابات العمال هل برأيكم تمثل الشعب أم لا؟ لا لا يعني محترام الشديد يعني أنا نقابة العمال محترام الشديد لأشخاصهم أولا هم أشخاص وطنيين وأشخاص مناضلين وكل الاحترام لأشخاصهم لكن أنا أنا أحكي معك كفكرة نقابية كفكرة نقابية العمال بحاجة ماسة إلى تجديد شرعيات اليوم نذهب جميعنا على المجتمعات كل دول العالم اليوم تذهب إلى القيادات الشابة العمال هم أحوج من يكون أن لديهم قيادات شابة لتمثلهم حق تمثيل ولتدافع عن حقوقهم حق دفاع أنا ما بطلب أنه دائما النقابات أن تكون يعني هذه كمان في مشكلة للحراك أستاذ نزار خلينا أحكي معك من مصارح أنا لست بخصومة أو عداء مع أحد ولست أداء لتنفيذ أي أجندة ضد أحد لا وأنا أرفض أن أكون كذلك أرفض كشخص وأرفض كنقابة أنا ما بكون أداء لتصفية حسابات أو لأجندات وبذات الوقت يا سيد الكريم أنا لست على خصومة ولا عداء مع أي جهة كانت حتى المؤسسة الضمان الاجتماعي كمؤسسة كأشخاص إحنا ضد فكرة قانون يتم تطبيقه بطريقة خليني أسميها مكرهة على الناس مجبورة على الناس لا إحنا معلش سمحنا إحنا الفلسطينيين معروفين إحنا أعظم شعب في التاريخ وأقوى شعب وأكثر شعب يحترم كرامته وعنفوانه أنا بالنسبة إلي العنفوان والكرامة هي أغلى ما أملك طيب عودة إلى موضوع النقبات الكثيرون يقولون بأن النقبات تأتمر لجهات فصائلية وسياسية وتحديدا حركة فتح الطرامي إلى آخره من هذه الأمور ماذا ترد على هذه النقطة؟ أستاذ نزار أنا بحكي لك بكل أماني أولا أنا لا أخجر من لون السياسي وأنا أعتبر نفسي كادر في حركة التحرير وطني الفلسطيني فتح وإحنا في مجلس نقابة المحامين تسع أعضاء تمانية من حركة فتح وأعتقد أنه مواقفنا دائما متقدمة وأعتقد أنه إحنا أكثر نقابة دائما بنهاجم الحكومة في كثير من المواقف وأجهزة الأمن في مواقف أكثر وبكل أماني بنحكيها لا المسألة ليست مسألة لون سياسي لماذا؟ يعني المجلس الثوري لحركة فتح في بداية الحديث عن موضوع قانون الضمان الاجتماعي رفعته السياسي للجنة المركزية وطلب تأجيل تنفيذ القانون لمدة لإشعار آخر ماذا عن بقية النقابات؟ بقية النقابات أستاذ نزار أنا ما بدي أدخل في موضوع أنه نحكي أنه كل النقابات يعني ماشي على نفس النهج وناشي على هذا يعني كيف أحكي لك أستاذ نزار يعني من الواضح أنه أنه هناك خليني أحكي فجوة ما بين النقابات وهيئتها العامة حقيقة لكن إحنا باللحظة وتحديد ما يتم على مواقع التواصل الاجتماعي فيما يخص موضوع قانون الضمان الاجتماعي لا أنا بوجه رسالة إلى كافة النقابات وكافة زملائنا أعضاء مجالس النقابة هيئتك العامة هي رسمالك وشعبك هو هدفك إذا أردت أن تمضي فترة انتخابك بسلام وبقوة كن مع هيئتك العامة وإذا فكرت أن تعود لموقعك المنتخب اللي جيت من خلاله عن طريق انتخاب تجليك مع هيئتك العامة أما إذا فكرت ونظرت إلى الأمور بزوايا أخرى متعددة أنا بقولك أنت الخسران وأعتقد وأعتقد أنه اليوم الناس في حالة غلايان كبيرة وهيئات عامة بتغلي أنا بعتقد أنه ممكن نسمع الانتخابات مبكرة في الكثير من النقابات طيب في حال استمرار التعانية الحكومة فيما يتعلق بالضمان الاجتماعي ماذا تهددون كنقابة محامين يعني شوف ستا ززر أولا خلينا نبعد عن لغة التهديد ما عليش خلينا نحكي عن لغة التهديد لا إحنا أولا أملنا وثقتنا بالشعب اللي عمله بيطلع تحت البرد والعمله بيطلع من شغله يا رجل معظم الموظفين انبالح أخذوا إجازات على حسابهم الخاص يا رجل هذا عنفوان هذه كرامة هذا الشعب أنا بطالب الحكومة الفلسطينية أن تحتضن هذا الشعب يا رجل هذا الشعب أنت بتقتل فيه احتلال أنت بتقتل فيه إسرائيل بتقتل فيه كل العالم أنا بحكي لك إياه بكل أماني لا إحنا كنقابة محامين مش هنكون يعني أبطال أكثر من غيرنا ولا هنكون أبطال أكثر من الناس لكل يوم تطلع بالشارع وتطلع في الميدان لكن أنا بحكي لك إياها لن ننسلخ عن موقف الشارع لن ننسلخ عن موقف الشارع سواء هذا الشارع بمثله حراك أو بمثله أي طرف آخر لا لكن إحنا سنبقى ماشين مع زملائنا في المجلس التنسيقي للنقابات المهنية وسنأخذ بأيديهم للطريق القويم والصحيح لأنه أنا كمان بهمني بالآخر كنقابة أنه هيئة العامة تحبني وشعبني يحتربني وخلي كل الناس تفخر في نقاباتها وتقول أن نقابات أنجزت ألا تعتقدون اليوم بأن مشكلة الضمان الاجتماعي الرئيسية تتعلق بغياب الثقة بالحكومة تحديدا بسبب انتشار الفساد، سوء الإدارة، الرشوات، المحسوبية، الوسطات إلى آخره من هذه الأمور يعني هذا جزء أصيل، هذا جزء أصيل حقيقة الموضوع وكثير من الناس للعلم والكثير قالوها أن الموضوع لا، ما إلوش علاقة بالنصوص مواد وإلو علاقة بموضوع قانون لا، هو إلو علاقة بالموضوع اللي أنت تفضلت فيه وهذا كلام أنا أنا بقول لك الناس بالشارع بتتداور وبتحكي بكل وضوح لكن أقدر هناك مشكلة أخرى يعني هي كمان مهمة وأنا ما بدي أظن أعتبره شماعة لكن هو إلو دور الاحتلال الإسرائيلي الاحتلال الإسرائيلي بخاصة ما يحدث هنا في مدينة رمالأ ودخوله بهذه الطريقة إلى المدينة والأعمال الاستفزازية التي يقوم بها هو ما هدفه في هذا الموضوع هدفه إحراج القياد الفلسطينية وإحراج السلطة الوطنية الفلسطينية وإحراج الحكومة الفلسطينية وإحراج كل مواطن فلسطيني حقيقة فلذلك هذا الكلام دفع واستفز الناس دخلة الاحتلال الإسرائيلي وخالق حالة استفزاز لدى المواطن الفلسطيني و لدى كل الفلسطينيين انه هذا المحتل عملوا بيدخلوا بروحوا بيجي بصرحوا بمبرح عندي الموضوع الموضوع يعني انا ما احترام الشديد يعني بنسمع انه بقولك انه لو بيطلعوا في المسيرات جزء منهم ارباب العمل جزء منهم من القطاع الخاص بيدفع جزء منهم انه لديهم حسابات خاصة وجزء بقولك اجندات وبديش اروح لاتهامات تانية قيلت مناش نحكي فيها لكن انا بسأل سؤال يعني انا بفهم انه اصحاب الاجندات تطلعوا خمسمائة شخص معنو مستحيل مش الاف يعني اه بدي افترض انه طلع خمسمية و بدي افترض انه اللي عنده ارباب عمل و قطاع خاص طلع كمان الفين بديش اقولك كمان خمسمية يا سيدي خلي خمس تلاف عندهم حسبة خاصة طب والعشرين الف والتلاتين الف العمل بيطلعوا يعني هدول خرفان انت رب تحكي عن الموظف بنك يا رجل وبتحكي عن موظف شركة تأمين وبتحكي عن طبيب وبتحكي عن مهندس وبتحكي عن محامي وبتحكي عن معلمين قطاع خاص يا رجل ابرز المدارس التعليمية الخاصة والالية في محافظة رمالة بيضربوا اضراب حديدي وبتلاقي كل معلمينهم وكل كادرهم الاكاديمي والاداري موجود على رأس المسيرة وعلى رأس الاعتصام وانا بقولك كمان شغلين وانا بحيي الحراك من هون سواء الحراك الفلسطيني الموحد او الحراك العمالي الموحد بميزش كثير بينهم انا بحييهم على مسألة ايش اكسم بعزة الله بانه الفلسطيني اظهر من الرقي ما لا يظهر في فرنسا وكلنا شايفين في فرنسا شو بصير تخريب ممتلكات عامة حرق سيارات واوا احكيلك الاساءات اللي كان البعض يعتبرها انها بتصدر في المسيرات هي لم تكن تصدر الا من مجموعة قليلة داخل المسيرة نفسها هدول ممكن تجي تحكي عندهم اجندة اذا ما تحكي عن هاي الناس اللي عددها بالالاف من اطباء ومهندسين ومحامين ومعالمين وموظفين بنوك وموظفين شركات تأمين ونخب انت بتحكي عن نخبة المجتمع يا رجل اللي بتخرج في المسيرات تمام في قضية اخرى او في محور اخر اعتبرتم تنسيب الحكومة لماجد الحلو ولا زل لمؤسس الضمان الاجتماعي بانه غير قانوني ولا زل لماذا؟ ولا زل لانه انت بالرجوع الى قرار بقانون الخاص بقرار الضمان الاجتماعي يمنع على الحكومة اولا ان تتدخل الاستاذ مجد الحلو وهو اخ عزيز وهو استاذ رائع محترم واعتقد هو برتبة وزير معالي الوزير مجد الحلو هو رئيس الهيئة التقاعد الفلسطينية وبالتالي انت قمت باعارة من حكومة لمؤسسة خاصة تعتبرها انها مؤسسة مستقلة عشان انت تكن بشي باجراءات قانونية سريمة على المؤسسة المستقلة ان ترسل للحكومة طلب اعارة هل المؤسسة ارسلت المؤسسة لم ترسل وان ارسلت المؤسسة هل يجيز القانون وفقا لشروط الاعارة اللي نص عليها المشرع في القوانين الادارية وقالون الخدمة المدنية هل تجوز الاعارة من حكومة موظف حكومة الى مؤسسة مستقلة اهلية هذه كمان سؤال بيطرح نفسه وانا بقولك هذا الكلام لا ينطبق بحالة الاستاذ الوزير مجد الحلو حقيقة العمر اضف الى ذلك وذلك حسب قرار القانون الضمان الاجتماعي عن تشكيلة مجلس الادارة بانه هناك شروط للقرارات يعني اذا غاب ممثل عن النقابات المهنية على سبيل المثال لا يستطيع مجلس الادارة اتخاذ قرار لا يستطيع يجب ان يحضر يجب ان يحضر ويقرر اما ان يرفض واما ان يقبل طب انت عندك خمسة مستقلين او معلقين عضوياتهم ممثل النقابات المهنية معلق عضويتهم حسب ما بعرف اتحاد المعقاولين كمان زي ما اسمات انهم معلق عضويتهم اتنين عندك هون قدموا في هذا الاستوديو اعتقد قدموا استقالاتهم اهواء مباشرة قدموا استقالاتهم واحتجوا على موضوع تدخل الحكومة اعتقد وما الى غير ذلك انا يعني اشدد على كلام دولة رئيس الوزراء عندما قال وفي اكثر من مرة لما قال قال الحكومة ليست طرفا في قانون الضمان الاجتماعي الا في تنظيم علاقة بين عامل ورب عمل ولكن هذا غير مربق على ارض الواقع انا اتمنى على دولة رئيس الوزراء ان يبقى بهذا النفس اتمنى عليه ولكن حقيقة الامر ما يحدث امام الجمهور وما يراه الناس وما يتم التعاطي معه وعكس ذلك هو يتم الان تدخل واضح انا بفهم بستوعب بان الحكومة يعني ذاهبة لسد فراغ لا 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 لكن يا اخوان مش بهاي الطريقة انت بدك تطبق قانون ضمان اجتماعي المؤسسة اللي بدأ تحمل هذا القانون مش جاهزة طب انا محترام الشديد استاذ ززر وانا قلت لك انا ما حضرت اي جلسة حوار مع اللي جان الفنية او التفاهمات اللي بيحكوا فيها والتعديلات لان غاية اللحظة ما بارشوية التعديلات اللي وافقوا عليها طب طالما المشرف العام لمؤسسة الضمان الاجتماعي او المدير العام المؤسسة الضمان الاجتماعي الاستاذ مجد الحلو بقر بقر بانه هناك العيوب الكثيرة في هذا القانون وانه هناك قصور ونواقص وا 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 طمنتوا كنتم متمسكين بالقانون بعلاته من اول يوم الان لما صار الشارع في حالة غليان وصارت الناس تحكي ومسيرات تخرج بالالاف المؤلفة وكرة التلش تتضحرج وتكبر وتتسع يوما بعد يوم اصبح الحديث انه هناك تعديلات وما نغير ذلك لا انا مدارح مسائل اعلام كثيرة حكت معي في هذا الموضوع انا جوابت ايجابة واحدة هذه اسمها احتواء لازمة لا يجوز ان تتعامل بردة فاعل لا يجوز المسؤول لا يتعمل بردة فاعل الاصل ان نتعامل بروح المسؤولية وان نأتي لنقول هذا القانون لا يريده شعبه انا بقول انه هذا القانون بمدنية تمام هل تعتقدون ان مستقبل مؤسسة الضمان الاجتماعي سيكون حافلا بتدخلات الحكومية سواء كان بالقروض ام بالتعينات ام الى اخره ام الى اخره من هذه الامور شوف استاذ نزار اولا انا يعني بطبيعة مهنتي وعملي القانوني لا احسب على النواية ما عندي على افعال نعم ما بقدر يعني اعطيك اجابة حقيقية في هذا الموضوع لكن انا الاشكالية عندي مش هون انا السؤال اللي بترح نفسه ما هي الضمانات لديمومة عمل مؤسسة الضمان الاجتماعي حتى في بعض التعديلات اللي انا قرأتها على لسان اللي بساعدة الوزير ماجد الحلو اللي برزت على وسائل الاعلام من ضمنها لما حكي عن موضوع التأمينات الصحية وحكي عن موضوع التأمينات الصحية وحكي ايضا عن موضوع عوامل المنفعة وحكي عن موضوع ليش البطالة اصابات العمل حكي عنهم بانه احنا هدول راحة هذا وحكي ايضا عن الوفاء ايا كانت وكل التفاصيل على هذا الكلام اذا ضربت لك مثال بسيط جدا وبتجربة عملية كمحامي بعتبر نفس شوي بفهم في قانون العمل خمسين اصابة عمل بشهر واحد اوديهم على مستشفيات خاصة الحد الأدنى للعلاج بالمستشفيات الخاصة خلينا اقول عشر تلاف عشر تلاف شيكل خلينا احكي يعني انت بتحكي لك في خمسين اصابة بشهر انا بقول لك هيكون في عندك عجز في صندوق مؤسسة الضمانة الاجتماعية حقيقة انا ضبت لك مثال قلت لك خمسين وقلت لك الاصابة ممكن تكلفك عشر تلاف ولا خمسطراشر الف شيكل طب احنا لدينا قضايا تكلفة العلاج وهي محامين شركات التأمين تقدروا تسوي ما هم مقابلات كل زملاء انا محامين شركات التأمين بفهموا في هذا الموضوع اكتر مني الطلبات المستعجلة والدفعات المستعجلة وكل هاي التفاصيل انا مش كتير خبير في قضايا التأمين شوف يا سيد الكريم قديش بتكلف هذا احدى القضايا ستة مليون شيكل كلفت احدى القضايا علاج ولازال العمل يتقاضي العلاج لغاية اللحظة والقضاء يصمم على شركة التأمين ان تبقى تدفع احدى الاصابات طب لو اجاك يا سيد الكريم عشر اصابات طبعا علي بعد الشرع عن كل عمالنا لو اجاك عشر اصابات بين هذا النوع ويندك تدورك يا مؤسسة الضمان الاجتماعي طبعا النقابات قالت انه احنا في جزء او ما ورد على لسان مؤسسة الضمان انه في تفاهمات من غير ذلك طبعا قالوا انه نقابة المحرمين هذا لا احنا نقابة المحرمين تقدمنا بمجموعة من الطلبات من ضمنها ايه سيد الكريم عامل الاستثمار الخارجي طب انت بتحكي عن صندوق وطني عن صندوق وطني شعبوي طب هذا الصندوق يا سيد الكريم الهدف منه خلينا احكي هيك ارفاد الاقتصاد الفلسطيني تمام الاستثمار الخارجي انا كنقابة المحرمين حطيت عليه وقلت الاستثمار الاموال الوطنية خارج الوطن ممنوع واذا بدي احكي بالزاوية وطنية هدفي انه مالي يضل جوا وانا اقول الاقتصاد الوطني مش اطلع استثمر برا مش استثمر في شركة اسهم برا وبكرة شركة الاسهم في اليونان ولا في قبرص ولا في تركيا ولا في اي دولة تخسر اجي اقول ولا لا الناس ولا اخسرنا كيف تحت اي بند طب الحكومة الفلسطينية ليست طرف الحكومة ليست طرف وليست ضامن طيب بكرة تعرض الصندوق لسيد الكريم بعد اربع خمس سنوات طب بلاش احنا اليوم واحنا قاعدين اعتقد ثلاثة بنوك فلسطينية تتعرض لعشرات الدعاوى اليوم امام القضاء الامريكي بحجة دعم الارهاب لانه بتعرف انت بعتبره الاسير الفلسطيني والشهيد الفلسطيني بعتبره ارهابي تمام بكرة يا سيد الكريم اجل احتلال الاسرائيلي هذا الاحتلال البغيد هذا الاحتلال الحقير اللي هو اصلا ما عندهش انسانية لا بدحك بدين ولا بدحك بوطني ولا بدحك بسياسي اجل لقى صندوق الضمان الاجتماعي صندوق زاهر وعامر وماشي واجل ورفع لي قضايا في امريكا ولا في بريطانيا ولا في كندا ولا في اي دولة من دول العالم وقال لهم هذا الصندوق ببعت اموال لأسر الشهداء ولأسر الاسراء وا 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 وكل التفاصيل هاي وطلع قرارات قضائية باقاء الحجزات عليها شنو نعمل واتا اوكي انا بقولك قضية وطنية وبقولك انا بقولك من المعيب على اي واحد فينا يطلع يحكي بس مش هذا الهدف الهدف تبعي من انشاء صندوق هو حماية مين حماية العامل طيب معنشو استاذ نزار انا طولت بس اعطيك فكرة تانية حماية العامل بالجدول الزمن اللي اقرته الحكومة الفلسطينية مع فائق الاحترام والتخدير لتطبيق قانون الضمان الاجتماعي انا بقولك ما فيه اي حماية لأي عامل ومش صحيح الكلام بانه احنا الهدف حماية العمال مش صحيح انا بدي اقولك كيف دي نعنى على الجدول الزمن اللي انت اقرته الجدول الزمن اللي تم اقراره بحكي عن الشركات اللي فيها 200 موظف تمام يا اخوان عامل البنك او موظف البنك ما بده حماية موظف شركة التأمين ما بده حماية موظفين الشركات الكبرى في الوطن ما بدهم حماية هدول عندهم نظامهم الداخلي بيحميهم وعندهم سرديق الدخاراتهم وعندهم قضاء وقانون عمل بيحميهم ولا اسهل منها قديش في قضايا عمل خلافات بين موظفين وبنوك او بين موظفين وشركات قليلة اللي يحتاج الحماية هم اصحاب الصناعات والمهن الحرة عامل البناء اللي بيعتمد على الجهد البدني اللي هو فعليا لعمر الخمسين وبعد الخمسين ما بيقدر يشتر هذا اللي بدوراتهم صحيح عامل المحددة الحداد النجار الكهربجي الصناعية اللي احنا بنسميهم هدول عمالنا هدول راسمالنا هدول بدهم حماية طب انا استوقف لي قبل ثلاثة ايام تصريح للاستاذ سعادة الوزير مجد الحلو اتحدث وقال وانا ما فهمت يعني اتفاجأت من تصريحه انه بوجه رسالة لعمالنا الفلسطينيين اللي بيشتيروا داخل ما يسمى بالخط الاخضر داخل وطننا المحتل داخل العام 48 انه هما سيكونوا مخيرين ما بين انه يا اما بياخد ماله دفعة واحدة يا اما منهم حطهم بصندوق الضمان ونعطيهم دفعة شهرية طب اذا اجوك كل العمال اللي عددهم 200 الف و300 الف عامل قالك لا انا بدي مصريات دفعة واحدة اذا شو صفت العبرة من وجود صندوق الضمان الاجتماعي يعني هل هو وسيط اولا بدي اخد عمولي والله يعني عشر تلاف شكل يعني بدي اخصم عليك ميت شكل لانه حطيت العشر تلاف شكل عندي بس انا بقولك اكسموا بعزة الله احنا كنقابة محامين فلسطينيين وانا بقولكم كل النقابات اقولكم كل الشعب جاهزين واتم الاستعداد لتقديم كل ما يمكن عمله الاستعداد كافة حقوقنا عند الاحتلال الاسرائيلي بما فيها اموال عمالنا نتابع هذا النقاش ولكن بعد استطلاع ميداني اجراه فريق البرنامج هنا في مدينة رمالله لنتابع من حيث تفاصيل هذا القانون ومرجعيات هذا القانون اعتقد انه النقابات اخطأت وانحازت للجهة الخاطئة وهي الحكومي والسلطة بالشكل عام ولم تراعي المخاطر التي يعني كان يجب التنبه لها بانه في ظل مثل هذا الوضع الفلسطيني في ظل وجود مثل هذه السلطة ومثل هذه الحكومة لا امان على مدخرات العمال والموظفين ووضعها تحت يد مجلس ادارة بهذا النوع يخضع للحكومة وتركيبته النهائية هي حكومية وبالتالي على النقابات ان تعيد النظر في موقفها المساند للقانون دور النقابات المهنية دور اساسة في موضوع الضمان لان دور النقابة اصلا هي ان تحمي منتسبيها وان تقف على حقوق هؤلاء المنتسبيين انا اعتقل بان موضوع الضمان اصبح موضوع يشغل بال الفلسطينيين ويشغل بال كل من يعمل في القطاع الخاص تحديدا وعليها على نقابات اولا على نقابات ان تحدد موقفها بشكل واضح لانه حتى هذه اللحظة هناك نوع من الخلاف او نوع من التباين في وجهات النظر وثانيا ان يكون هناك موقف واضح في التعاطي مع الحكومة لانه بنهاية المطاف دائما وابدا النقابات في كل انحاء العالم هي من يفرض اجندته على الحكومة لانها هي من تمثل منتسبيها وهي من تحقق شروط المصلحة لهؤلاء المنتسبين ويجب ان يكون للنقابات موقف واضح امام تغوير رأس المال الفلسطيني النقابات الها دوره كانت داعمي يعني النقابات مش غائبة عن الساحة وعن الصورة كانت موجودة ويلها داعمي بس هل هو دورها يرتقي للشيء المطلوب منها اعتقد لا لازم يكون موقفها احسن من هيك ووضعها احسن من هيك النقابات يعني من الواضح بان هناك اجماعا شعبيا بان دور النقابات في بلادنا ضعيف للغاية ما المطلوب اليوم لتطوير هذا العمل النقابي في فلسطين يعني بعتقد بالدرجة الاولى المطلوب هو ان تكون النقابات جميعها بالتصالح مع منتسبيها وهيئتها العامة وان تكون على قدر ما من التواصل المباشر وان تكون جلساتها مع منتسبيها بمصارحة وشفافية كاملة ما يضير نقابة من النقابات المهنية ان تقض مؤتمرا عاما لكل منتسبيها لبحث موضوع قانون الضمان الاجتماعي ومن ثم الخروج بتوصيات والخروج بموقف والله اذا اذن مثلا ببدأ اصوي اجتمع نقابة المحامين مؤتمر في احدها الفنادق في احدها القاعات وباجي بدعي عليها المحامين المهتمين وبطلع في موقف اذا اجو قالوا لي نقابات ان تكون بذلك اذا اذا لم تتمكن مجالس الادارة او المجالس التي تمثل هذه النقابات من القيام بدورها علما انه انا ارى بان المجلس من تم انتخابهم هما انت لمن تم انتخابكم مفوضناك احنا اعطناك التفضيل ان تتحدث باسمنا وان ترى ما لا نراه نحن لذلك انا بقول لك لا المطلوب انه يكون في موقف حقيقي للنقابات المهنية على الارض لان انا بحكي لك وبكل امانة استاذ نزار احنا شايفين المنتسبين لكل النقابات المهنية وشايفين القواعد العامة شو بتحكي وشايفين شو وضعنا انا ما بدي اقدر اني افتخر في نقابتي لا الحمد للرب العام احنا متصارحين مصارحين شففين لابعد الحدود مع هيئتنا العامة ومع المنتسبين وانا ندافع عن حقوقهم في كل وقت وفي الليل وفي النهار سؤال الاخير في هذه الحلقة ما هي رسالة نقابة المحامين للرئيس محمود عباس وللحكومة الفلسطينية بداية نسمح لي انا اشكرك استاذ نزار بداية نسمح لي ان نتوجه بالمباركة الى انفسنا كشعب فلسطيني والى السيد الرئيس فخامة السيد الرئيس محمود عباس لتسلم زمام ورئاسة مجموعة السبع وسبعين زائد الصين وهو اعتقد رابع رئيس عربي بيستلمها وهذه اذا الها مدلولات الها مدلولات قانونية والسياسية كبيرة واياد احنا منتمنى وانا عبر شاشة التلفزيون الوطن باسم الشعب الفلسطيني كله نعم اللي طلع بالشوارع وا 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 منتمنى على السيد الرئيس ان يقول كلمة الفصل في هذا الموضوع وان يلغي تطبيق قانون الضمان الاجتماعي او ان يؤجله لفترات طويلة ويتم تشكيل فرق فنية متخصصة من اكاديميين من خبراء اقتصاد من محامين من علماء تأمين من علماء مجتمع من اعلاميين للخروج ببلورة قانون ضمان اجتماعي حقيقي وليس بالقانون الموجود حالي وللباب بتغنى فيه ومتمسك فيه ويقولك بدنا نطبقه ومش نطبقه وكل التفاصيل والرسالة للحكومة بالاخر الحكومة انا اعتقد ايضا بانه الحكومة عندنا يعني انا بسميها حكومة عقلاء وهي حكومة حكماء وطبيعة الوزراء وطبيعة الموجودين في الحكومة يعني اعتقد انه طبيعة من الاكاديميين والاساثة والنخب المجتمعيت الموجودة وانا كلهم كل احترام وتقدير ويعني واعتقد كمان ان دولة رئيس الوزراء ايضا معروفين يعني رئيس جامعة النجاح جامعة النجاح هريقة الكل بيعرف شو yani جامعة النجاح بعتقد ايضا حتى ان رئيس الوزراء يعني هو ممثل العقلاء والحكماء في الحكومة انا ايضا بتمنى عليه بعد رسالتي للسيد الرئيس اتمنى عليه ان يصغي لصوت شعبه صوت حاضنته الشعبية حاضنته الجماهيرية هذه الناس هي اللي بتحمي الحكومات هاي الناس هي اللي بتحمي الأنظمة هاي الناس مطلوب اننا نسمع لها مش بدان وحدة لا لازم نسمع لها بدانتين ونطلع لها بعينتين ونمد ايدينا التنتين انا قوتي بشعبي قوتي بناسي شعبي طلع قال ليسقط ضمون الاجتماعي ليسقط قانون ضمون الاجتماعي خلصنا الازمة مش كبيرة وما في هذا انا الرسالة اخيرة استاذ نزال تسمحلي بوجهها بوجه التحية والمحبة لكل مواطن فلسطيني حافظ على عنفوانه وحافظ على كرامته وحافظ على كبرياءه لانه ما يميز الفلسطيني عن غير الفلسطيني هي ثلاث عمور الكرامة والعنفوان والكبرياء وانا بقول لك الفلسطينيين اثبتوا بانهم يتميزوا بهذه التلاث صفات وانا بقول لك شي هذا القانون اعتقد انه من الصعوبة ان يمر نعم المحامي امجد الشلي عدو نقابة المحامين في المجلس التنصيقي للنقابات والاتحادات القطاعية شكرا لك على هذا اللقاء اعزائي المشاهدين انتهى وقت هذا البرنامج نلتقي بكم في حلقة اخرى من برنامج ساعة رمل وهذه تحياتي نزر حبش والى اللقاء اشتركوا في القناة